اهلا نروح لجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد مباريات اليوم ونشوف اللي بيحصل زي ما قلت لكم فيه قمة فيها اهلي وبيراميدز فيه سلاسي فيه مناطق الهبوط يعني داخلية هبط بشكل رسمي والمقابلية في موقف صعب بس اهو ده الجدول بيراميدز من 28 مباراة عنده 68 نقطة الاهلي من 25 مباراة عنده 63 نقطة المصر بعد كده في المركز الثالث مودرن سبورت في المركز الرابع سموحة في المركز الخامس والزمالك تقدم شوية في المركز السادس ب45 نقطة ونتنسوش انه هي تنقص منه ثلاث نقاط مع نهاية الموسم زيد في المركز السابع سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن انبي في المركز التاسع الاتحاد في المركز العشر طلاع الجيش في المركز الحداشر في المركز الاثناشر البنك الاهلي ثم الجونة موجود في المركز التلاتاشر الاسماعيلي في المركز الاربعتاشر فاركو في المركز الخمستاشر وفاركو يعني ممكن تقول انه بعد كثيرا عن مناطق الخطر فارقه محتاج فوز يعني فوز كمان يعمل بيت دونيا بغض النظر عن نتائج المنافسين الآخرين مقول العرب يعني محتاج يكسب المطشاط اللي جاي كلها تقريبا احنا هو ما بتكلم في المقول العرب فقدر له 5 مطشاط محتاج 15 نقطة لو مش عايز يبص على الفرق الأخرى اللي هيحصل لها ايه فهو محتاج يكسب غالبا الخمس مباريات القادمة أو 4 فوز وتعادل على الأقل ويستنى نتائج الآخرين بس الوضع بالنسبة للتلاتة اللي تحت تقدر تقول انه خلاص الدخلية هبط بشكل رسمي بلدهم كل العرب على مقربة من الهبوط ايضا الى دوري المحترفين ده الموقف بالنسبة لجدول الدوري الممتاز طيب نكمل ونروح لأخبارنا النهاردة اول اخبار بالتأكيد يخص مباراة الاهلي والبيرامز اللي نتمنيها ان شاء الله ممتعة جدا بكرة اقول لك قائمة النادي الاهلي اللي اعلانها مارس الكولر لهذه المواجهة فيها في حراسة المرمة محمد الشناوي مصطفى شبير محمود الزنفالي في الدفاع كريم فؤاد محمد هاني محمد عبد المنع مرام ربيع وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد في الوسط مروان عطية وحسين الشحات وأكرم توفيه محمد مجد أفشا وإمام عشور وقاليو ديانج وطاهر محمد طاهر وردة سليم وبير ستاو وفي الهجوم وسامة أبو علي ومحمود كهربا قائمة إلى حد كبير مكتملة للنادي الاهلي طبعا في أسماء زي عبدالقادر وعمر السلية وعلي معلول ومصطفى مخلوف وكريم ندفد سواء لي أسباب فنية أو لإصابات مختلفة دول غيابات عن النادي الاهلي بيرامدز لم يعلن قائمةه حتى هذه اللحظة قائمة المباراة وبالتالي نستكشفها غدا مع بعض خلال المباراة في التساعة مساء بإذن الله بالمناسبة الحاجة المعلومة اللي عندنا في هذه القائمة قائمة بيرامدز أن رمضان صبحي موجود رمضان صبحي في قائمة بيرامدز غدا لمباراة النادي الاهلي تعرفين طبعا الحكاية بتاعت رمضان صبحي وبتعادوا عن المباراة بسبب الإقاف بسبب الشكوك في مشاكل لا علاقة بالمناشطات بس تبرأ اللعب من هذا الأمر وبالتالي هو بشكل رسمي في قائمة بيرامدز غدا لهذه المواجهة أحمد فتحي خارج القائمة ما زال أحمد فتحي خارج القائمة قائمة نادي بيرامدز